اشتركوا في القناة اهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد اجمعنا بحضراتكم في برنامجنا حياة المسيح في البداية تعوني ارحب بنيافة الانبا ماكسيموس الذي اتشرف دوما بوجوده وجودي معه في هذا البرنامج نيافة الانبا اهلا ومرحبا بك ها بيك دكتور والشرف موصول لي انا ايضا بان اشاركك في تقديم هذا برنامج البناء يا فتا الانبا بنكمل اه مع حضرتك في الجزء التاني اه من الحلقة اللي كنا بدأناها في الاسبوع الماضي تحت عنوان قلب الله وفي الحقيقة عدد من المفاهيم اه اه مهمة جدا ويه اهميتها لانه اه مع الوقت والتعليم ويه تراكم حاجات كتيرة اه حصلت في المجتمعات عملت التباس واضح جدا في المفاهيم دي لانه اه هي اه مهمة اوي في نمو حركة الايمان عند الانسان من ضمن المفاهيم دي نيافة الانبا مفهوم الشفا وويه الشفا طبعا للمرضى لانه اه اه كتير من المؤمنين اه بيشوفوا انه يعني اه اه كتير من المرضى اه بيستجيب ليهم ربنا بالشفا وفي اه كتير ايضا مش بيجي لهم الاستقبال لحالة الشفا او مؤمنين اه اه يتعرضوا لي الازى اه سواء كانت من اه سرقة او من اعتداء او انه في احيان اخرى المؤمن اه يصاب بي اه مرض اه عضوي اه جسدي يه 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 يصيبوا بحالة من العجز وهو بيكلم ربنا كتير وبيصلي لربنا كتير لكن هو مش بيلاقي اه استجابة ليه اه هذه الصلاة وفي نفس الوقت هو بيشوف اخرين بيستجاب لهم فيه الصلاة الارتباك ده حضرتك يعني اه وعدم الوضوح للي بيحصل اه خلى بقى اه اطراف اخرى تستغل هذا الموقف ليه التشكيك انها لحظة اه مناسبة جدا ليه بليس بقى لانه يدخل ويبدأ يشكك المؤمن ده في ايمانه وبيسأل البعض هو صحيح يعني اه المؤمن هو اللي مصاب دايما بضلا يا فتل ام بداية طبعا كنيسة بتاعتنا بتؤمن بالمواهب وبتمارس المواهب ومن ثم اه الكلام اللي هقوله اه ليس كلاما نظريا بل كلاما تطبيقيا وعمليا اه العهد الاديم اه قال للانسان ان المرض يأتي من من عند الله او ان الله يسخر الشيطان لكي يضرب الانسان بالمرض كشكل من اشكال العقبة وبناء على هذا الكلام لما قدموا المسيح لما قدموا للمسيح المولود اعمى في انجيل يوحنى الصح تسعة سأله التلاميذ بصفة انهم يهود قلبا وقالبا ولسه بيتعلموا من المسيح الحق والعهد الجديد فسأل التلاميذ المسيح هذا اخطأ ام ابواه حتى ولداء اعمى طبعا معظم الناس ما تعرفش انه الرباي والحاخمات اليهود يعلمون بتناسخ الارواح مش حاجة سر ولا ينكرونها يعني فالسؤال بيقول له اه هذا اخطأ ام ابواه دي مؤسسة على فكرة تناسخ الارواح ما علينا مش قضيتنا النهاردة تناسخ الارواح لكن قضيتنا انه بيسألوه هل الطفل ولد اعمى عقابا على خطيئة سابقة له او عقابا لابويه على خطيئة اقترافوها فعاقبهم الله انه ادهم ابن اعمى او انه اعمى الطفل وولد اعمى المسيح لو المجد رد وقال لا هذا اخطأ ولا ابواه فلسطوب ولكن لكي تظهر اعمال الله فيه ينبغي ان اعمل اعمال ابي فمن هنا العبارة بقى حسمت الموقف ان الانسان لا يعاقب من الله بالمرض وان المرض ليس اعمال الله لكن اعمال الله هي الشفاء من المرض فدي نقلة بقى في تعليم العهد الجديد في النظر الى المرض يبقى موروس العهد القديم الذي كان ينسب المرض الى الله والذي اورث الانسان فكرة انه ربنا بيجرب عبده الصالح وان المرض افتلاء وهكذا الفكرة دي اتغيرت بكلام المسيح في العهد الجديد لان ان الاب السماوي لا يصنع المرض طيب مال مين بقى اللي بيصنع المرض الشرير الشر طبعا انا كده دخلت في شكل من اشكال التعميم والدروشة عشان كده عايز ما اصلح الجملة واقول انا لم افعل شيء شرير حتى اصبته ب الأمراض المرارة الحس واللي في المرارة ولا ضغط الدم ولا سكر الدم ولكن انا ورست هذا عن أهلي وأجدادي وهكذا ولكن دخول المرض ودخول الموت إلى جسم الخليقة من حال الأصل جاء بسبب دخول الشر يعني لو ما كانش الشر دخل إلى حياة البشر هل كان هيبقى فيه مرض؟ الإجابة لا لأنه بما أن الإنسان دخل تحت سلطان الشر يعني دخل تحت سلطان الشيطان يعني الشيطان يستطيع أن يوظف الطاقة السلبية اللي فيه بالموت وبالمرض وبالضعف وإلى آخره وبالمرض ضد الإنسان الجزء الأول من الحديث بس اللي لازم نفهمه أن تعليم العهد الجديد بينفي أن يكون المرض من عند الله بينفي أن يكون المرض ابتلاء لامتحان الإنسان بينفي كل صور أن يكون الله مصدر المرض وعندنا النص في العهد الجديد اللي في رسالة يعقوب لا يقول أحد إذا جرب أني أجرب من قبل الله لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد يعني هو الله في نفسه معندوش شر ولا يجرب أحد بالشرط ولكن كل واحد يجرب إذا انجازب وانخدع من شهوته فالشهوة ثالث خطيئة والخطيئة تنتج موتا فمن أين بقى بيأتي المرض من أين يأتي التجارب مش من الله التجارب تأتي ثمرة أن الإنسان انجازب وانخدع من شهوته ده الحق الأساسي عشان ننقل بقى ونقول ما هو الشفاء وعشان نشرح ما هو الشفاء سنذهب إلى القصة بتاعة المرأة نازفة الدم اللي عندها نزيف قالها 12 سنة واللي راحت لمست هد بثوب المسيح فشفيت فالمسيح وقف الموكب الزحمة دي وقال من لمسني فالسؤال استفز بطرس الرسول وقال له يا رب الجمع يزحمك وأنت تقول من لمسني فقال له لا المسألة مش كده أن قوة خرجت مني فجاءت هذه النازفة الدم وقالت له أنا لمستك وأنا شفيت فالفكرة بقى هنا في القصة هي عبارة أن قوة خرجت مني فإذن المرض هو الطاقة السلبية اللي بتتنقل بقى بالعدوى أو بمعكسة ظروف الطبيعة الطبيعة قواعد الطبيعة أو بالوراثة أو بالشر المباشر أنه يعني فيه أمراض زي لمناسبة الشر المباشر الفيروس الجديد اللي هو جدري القردة حبيت أتابع بيتنقل إزاي فلقيت أنه هو بيتنقل بالعلاقة الجنسية يبقى لو لو واحد ومراته في في طقوة الله هيجي لهم منين المرض يبقى يعني إيه بيتنقل بالعلاقة الجنسية يعني واحد علاقته علاقاته الجنسية منفلت فده الشر المباشر أو تسبب المرض الشفاء هو الطاقة الإيجابية الصادرة عن الله فيبقى المرض هو الطاقة السلبية الصادرة عن الشر ومشتقتها بقى من العدوى ومن عدم اتزان واتساق الإنسان مع الطبيعة وبالمعكوس نذهب إلى الطاقة الإيجابية قبل بس ما أختم النقطة دي عشان وديك فرصة تواصل أسئلة عايز أقول أن المعجزة اللي المسيح فيها أقام الطفلة اللي هي ابنة ييروس فالطفلة كتميتها وصحاها من الموت فأي ما هزلانا وضعفانا فقال لهم اعطوها لتأكل أو امتها من الموت وجاي تقول أكلوها عشان عشان تتقوط وما تقويها كده أصل المسألة مسحر المسألة لا اتساق مع قوانين الطبيعة إلا الله نفسه هو اللي حطه فالذي يهمل قواعد التغذية يجيب لروح المرض طبعا إلا إذا كنا بقى هنتكلم عن الفقراء والمحتاجين فهذا مبحث آخر نفط الأنبة في أمور الشفاوي الخلاص بقولا واحدا السيادة لله وحده لا قوة الشفاء تصدر عن الله مثل محبته هي شكل من أشكال محبة الله فهل الله يحب البعض ويكره البعض نحن على السؤال ده في الحلقات اللي فات الإجابة لا الله يحب الجميع فهل قوة الشفاء تصدر للبعض دون الآخر الإجابة لا وألف لا قوة الشفاء تخرج منه للجميع طب لماذا يشفى البعض ولا يشفى الآخرين المؤسف إن الناس تقول إيه بقى في الكنيس وفي الوعص أصل ربنا مش رايد طب وليه مش رايد هي أنت ما عندكش إجابة وعملت رميها على ربنا أو مش قادر تواجه الناس بالحقيقة السبب إن الإنسان هو اللي مش بيستقبل قوة الشفاء ليه بقى مش بيستقبل قوة الشفاء في أسباب إما إنه مش عايز يخرج الخطيئة اللي جابت له المرض مش عايز يعترف بحاجته إلى المعونة الإلهية عنده خلط بين الأمان والإيمان يقولك أنا عندي إيمان لا أنت ما عندكش إيمان أنت عندك أمنية لكن أنت ما عندكش إيمان غيبة الإيمان غيبة التوبة غيبة الاتضاع أمام الله كل دي حواجز بتعوق عن أن يستلم قوة الشفاء ليس أن الله لم تخرج منه قوة الشفاء ولكن لأن الإنسان لم يستلم قوة الشفاء أو عنده حواجز حجبت عنه قوة الشفاء طيب يفتن أمبهان إيه مع حضرتك ليه مفهوم آخر عن الصلاة والسر العظيم اللي موجود في الصلاة ده كل دي حاجات عايزة تتفهم فعلا يا دكتور أشكرك دلوقت يوجد بعض المؤمنين يقولون أنا صليت وربنا ما استجاب ليش طيب ما حنا نرجع للإنجيل ونفهم ما الذي يجعل صلاتك واجبة الاستجابة وما الذي يمنع صلاتك من الاستجابة عشان نعرف وأنت لما صليت لم تحدث لك استجابة لماذا المزمور دهود النبي يقول إن رعيت في قلبي إثما فلا يستمع لي الله أو فلا يستجيب لي الله فإذا وجود إثم في قلبي بيعيق استجابة الصلاة هأن أشعي بقى يقول أشعي النبي هأن أذن الرب لم تثقل عن أن تسمع ويده لم تقصر عن أن تخلص ولكن آثامكم صارت فاصلا بينكم وبين إلهكم المسيح لو المجد بيقول إن حفزتم كلامي إن ثبتتم فيي وثبت كلامي فيكم وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم طيب يبقى إيه الذي يجعلني أصلي وصلاتي تكون غير غير مستجابة إن كلامه غير ثابت فيه أنني غير أمين وغير مدقق في طاعة الوصيل طيب إذا كانت هذه هي الإجابة يبقى محدش هيصلي وحيتشفي كده كده أنت أفلت أفلت الباب على الإنسان ألا يصلي ويتشفي لأ فيه فرق بين أن أنا بقول التعليم والقواعد وهقول حلها إيه وبين مراحم الله فمراحم الله ما بتمشيش على أطبان لأنه هو الله هو المطلق بس أنا بمشي على أطبان وبقول التعليم اللي تعلمته من الإنجيم فإذا اللي أنا قلته ده مش مطلق لأن مراحم الله لا لا تحدها حدود وهو يستطيع كل شيء ولكن في حدود بقى قواعد اللي أنا سمتها المشي على أطبان القطر الحل إيه الحل إنه ينبغي أن يكون في وسط الكنيسة عناصر كملت طاعة الوصية واستلمت الموهبة عشان تقوم بدور الصلاة الشفاعية يعني أنا مش عارف بسبب الخطيئة والعوائق اللي عندي إن استلم القوة فيبقى في أشخاص بيقوموا بدور الصلاة الشفاعية إن أنهم يصلون لأجلنا فيأخذون النعمة ويسلموها إلينا برضو الكلام هنا مش مطلق لأنه آه واحد مصر على اللي هو فيه يعني آه واحدة من القصص الحزينة يعني آه لما كنت في مصر قبل ما يجي فواحد من الإخوة آه أحضر آه 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 اتنين من زملائه آنسة وأخيها وقال لي إن فضلك صلي من أجل آه هذه الآنس هذه الأخرة فأنا صليت وقلت لها آه أنت بحاجة لأنك تقدمي توبة عن خطاياك عشان أعرف أصلي وتتنقلك قوة الشفو فهي الكلام ما عجباش يعني أتوب عن إيه أنا مش عام أعملتش حاجة أنا لا بأ لا بأسرق ولا بأتر ولا بأسلي وخرجت غضبانا من الكريسة آه مرت السنين وبعدين عرفته من هذا الأخ العزيز أن الأخت ماتت بهذا المرض طب ما كان في فرصة أنك تشفي طب أقول مثال تاني أنه آه 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 سيدة أخرى جاءت ووقفت في طابور الصلاة من أجل الشفا وقلت لها نفس العبارة مش عارفة أصلي إيه حاجة معطلة مش عارفة تصلي الست جاية من ما فيش طيب خديها يا أخت فلانا وصلي معاها وعلمها إزاي تتوب وقعدت تتوب بعدين جابت هالي تاني آه عرفت تصلي وروحة مشفية وكويسة فدول نموذجين فبرضو فكرة وجود من آه سيقوم بدور الصلاة الشفاعية مش مطلق لسه فيه دور للإنسان معول أساسي على الإنسان فيبقى احنا عندنا آه نسميها ثلاث مستويات مستوى الأول مراحم الله احنا ما نعرفلوش نسببه ولا نقول المستوى التاني هو دور الإنسان في استقبال آه قوة الشفا من خلال عمل التوبة يعني لو أنا ما عرفش سكتك وما جيت لكش ما عرفش أصلي وتشفي آه أكمل التوبة وصلي وانت تشفي طيب لو أنا ضعيف في الإيمان ومش عارف أكمل التوبة كما يجب ابقى شوف حد يساعدك يعني أنت عندك الحد الأدنى من الرغبة في التوبة بس ما أنتش عارف تخطي حاجز ضعفك يبقى هنا في فرصة أن يكون آه في من يعينك ويساعدك على الشفاء آخر حاجة سريعة نفق أمر رغم أن الموضوع مهم جدا آه مفهوم أبناء الله آه مين هم دول نفة الأنبة آه أبناء الله هل المسيحي اللي آه مولود آه مسيحي بالميلاد أوتوماتيك كده بيكون هو ابن الله ده سؤال برضو أسئلة النعار ده كلها أسئلة آه جوهرية ومهمة أولا إحنا عندنا آه مستويين من التعبير عن فكرة أبناء الله المستوى العام اللي هو آه بيجسد محبة الله وعناية الله فمحبة الله وعناية الله هي لكل الخليق طالما أنك مش حاطة حواجز تعوقك كما شرحنا في فكرة الشفاء فمحبة الله فمحبة الله وعناية الله متاحة لكل الخليق طيب كان فيه ناس غير مؤمنين ليسوا من شعب الله ولم يقال عنهم أنهم مؤمنين زي فرعون بتاع يوسف مع هذا محبة الله وعناية الله آه آه كشفت له آه سر المجاعة التي ستأتي يعني الله اتعامل معه بمحبته عندنا النموذج التاني برضو في كتاب مؤدس نبوخ خزنصر الملك فإذا عناية الله ومحبة الله هي للجميع هذا هو المستوى العام من معنى آه أن الجميع أبناء لله من مستوى المحبة والرعاية لكن احنا عندنا في الإنجيل الفهم الإنجيلي بتاع العهد الجديد لمعنى أبناء الله اللي هو اللي هو قايم على الدخول في عهد البنوة لله اللي اللي فيه الله مدد إيده بمحبة الآب بس 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 لازم أنا الإنسان أمد إيدي بقبول عهد الدخول في محبة الآب وأن أكون ابن كما يليق بمحبة الآب اللي هو ده الارتباط والاتحاد بعهد بناء على العهد فالنعرضه آه واحد مسيحي وآه آه آه ما دخلش فيه هذا العهد هو طلع مسيحي بالوراسة هو ليس ابن لله طب واحد مسلم ودخل في هذا العهد يبقى أي يوم الذي صار ابنا لله اللي دخل في العهد فال فصل الخطاب هنا إن المستوى الخاص اللي تكلم عنه العهد الجديد هو الدخول في هذا العهد عهد البنوة ل الله الآب أنا بشكرك جدا يعني الحقيقة تجاوزنا الوقت كتير لكن آه يعني هنستعزن حضرتك بإن إحنا في كل آه لقاء لنا في الوقت اللي جاي من خلال البرنامج يعني نطرح على حضرتك أحد هذه المفاهيم اللي يعني آه تعيد لي آه الإنسان يعني آه تفهمه لي قضايا آه مهمة قوي علشان يعني ما يبقاش آه يعني معذرة يعني لأنه ما يبقاش الإيمان ماشي في مصار عشوائي يعني يكون فيه مصار آه منضبط علشان خاطر يعني آه يبقى هو آه بتحقق المعادلة اللي أشارت لها حضرتك متمثلة في مراحم الله ودور الإنسان آه ده مهم جدا استغزم بس حضرتك في آه نخرج لفاصل صغير كده وبعدين آه نرجع مع آه أسئلة آه مشاهدينا والمتابعين لنا عزيزي المشاهدين فاصل قصير ونعود لكم مرة ثانية أهلا بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين والمتابعين لنا في كل مكان أسئلة آه حضراتكم الحقيقة أهمة جدا وبنسعد آه دوما ب آه المزيد منها نيافة الأنبة آه السؤال الأولاني آه من أحد أصدقائنا بيقول لماذا آه خلق الله الأرض في ستة أيام وهو قادر أن يفعل ذلك في ثواني آه يعني أولا أنا أريدك أن تتأمل خلق الله خلق الله خلق الله في عينتين خلق الثمرة وخلق الإنسان هل هل يستطيع الله أن يخلق الشجرة مسمرة في ثواني أم لا وهل يستطيع أن يخلق الإنسان في ثواني أم لا بس الحقيقة أو الواقع الذي أريدك أن تتأمل معي أن خلق الشجرة بيبدأ بأن يضع المزارع البزرة في أو الشتلة في الأرض وبعدين هذه البزرة تعمل الشتلة والشتلة تكبر وتبقى شجيرة والشجيرة تكبر وتبقى شجرة والشجرة تكبر وتنضج وتعطي ثمر والثمر يبقى لسه أخضر ويأخذ وقته على ما يستوي وتبقى ثمرة نفس الشيء في خلقة الإنسان بنفس الصورة فهذا سيعطيك فهم لأسلوب الله أنه مش المسألة في طريقة الله أنه يخلق في ثواني ولا يخلق في سنين لا المسألة أنه يخلق بالنمو وبالتدرج قوانين الطبيعة اللي هو عملها ومن ثم فموسى النبي كتب في التوراة أنهم ستة أيام وعن موسى النبي أخذ جميع فكرة الستة أيام بس في الحقيقة هم ليسوا أيام هم حقب يعني لأنه الذي يجعل اليوم يوم هو حركة دوران الأرض حوالي نفسها في مواجهة الشمس طب لقبل الشمس ما تتخلق كيف كان اليوم فإذن التعبير اللي قاله موسى النبي هو تعبير تقريبي عشان الناس تفهم استوعب أنه البشرية أو مش البشرية بقى الخليقة كلها خلقت على مراحل هو وصفها بالستة أيام النهاردة بقى بعد الحفريات والأبحاث والكربون المشعة وحاجات بقى كثيرة تبين أنه اليوم من هذه الأيام ملايين السنين فهذه الحقب التي تكونت فيها الخليقة بالمناسبة يعني هم بيعرفوا إزاي الحقب دي بيعمل مقطع طولي في الأرض في بناء المنطقة المقطع ده بيلاقي أنه في المرحلة دي من المقطع توجد الديناصورات لكنها في المرحلة القبل اللي بعد هذه ما بيلاقيش الديناصورات وبيلاقي النباتات ومشعر وهكذا بيحسب من خلال هذه المقاطع الحقب ما هي الحقبة اللي ظهرت فيها الحيوانات هذه والتي اندثرت في الحقبة التالية وهكذا مش عايز بقى أصعب الشرح على الناس اللي مش مهتمة بالتفاصيل السؤال الثاني الحقيقة طبعا واضح انه التأثير التعليم يعني بنعاني منه كتير بيقول صديقنا ثم خلق الله آدم وحواء وفعلوا الخطيئة الأولى وعاقبهم الله بأشياء عديدة منها النزول إلى الأرض وكما زم سلالة آدم قضية ورصة الخطيئة فضلا يا فتلا هو برضو الكلام اللي عندك أو اللي وصلك مش دقيق أوش لأنه حسب معلوماتي يعني أن هذه الجنة هي حالة وهي كانت موجودة على الأرض من أساسه في المنطقة اللي بين العراق وإيران وحتى فيه لغاية النهاردة بلد هناك اسمها عدن وهي سميت بجنة عدن على فكرة وكان من الأنهار حسب ما ذكر في التوراة موسى النبي اللي بتمر فيها نهار الفرات هو كاتب اسم نهار الفرات فهي كانت في المنطقة دي طيب هل أستطيع أنا أن أنشئ جنة زي جنة عدن فيها الأشجار الخضراء والطيور الجميلة الملونة لو جيت هنا في أمريكا في أماكن كتير هتلاقيها جنة يعني هتلاقي الخضرة هائلة في أماكن مش كل الأماكن يعني الأماكن اللي حافظوا فيها على الخضرة وعلى البيئة و هتلاقي الحيوانات عيشة في الطبيعة الغزلان والتعالب والدبابا هنا مثلا في فينسلفانيا الحيوانات عيشة جنب الناس يعني والناس متعيشة معاهم وممنوع طبعا أن الغزال ييجي قدام بيتي ما قدرش أقوم بسكه الصيد ليه قواعد مثلا يعني فهل استطاع الإنسان أنه يعمل الجنة مع الجنة مش أن أنا أعمل حدائق وخلاص لأنه عمل الحدائق بس ما جابش السعادة فالجنة هي حالة الإزدهار الأرض تعطي ثمرها وهي حالة السلام والأمان ما انتش خايف من الوحوش و كما هو الحال الآن حالة السلام القلبي إنك مرتاح البال فتعبير الجنة برضو زي ما وصفه موسى النبي في التوراة هو صورة لفكرة اللي أنا قلت ده كله وأكتر منه من البركة والإزدهار والسلام والأمان والرحم ففي أماكن كثيرة في العالم استطاعوا أنهم يعملوا الجنة بالمعنى الحارفي اللي هي أشجار فيها الفواكه كما تتمنى وفيها الأنهار في كل مكان قلت لك هنا أمريكا في أماكن كثيرة أنت استطيع أن ترى فيها الصورة دي بس هل في راحة البال ده موضوع التالي شكرا يا فتل الأنب السؤال التالي صديقنا بيسأل هل يحاسب الإنسان على خطيئة آدم وحواء في الآخرة أم يحاسب في الدنيا وفي الآخرة قولا واحدا لا هيتحاسب على خطيئة آدم وحواء لا في الدنيا ولا في الآخرة اللي قال لك كده أنا مش موافق على هذا الكلام الإله اللي عبده ليس إله ظالم ولا بيتلكك للناس ويحاسب ويحاسبني على حاجة أنا ما ليس ذنب فيها لا ده كلام أنا معرفوش مش موافق عليه طبعا شكرا سؤال التالي صديقنا بيقول يسوع هو المخلص من ماذا هل من عقوبات الخطيئة الأولى كلها ولكنها ما زالت موجودة فكيف خلصنا آه أنا بعرف الطريقة الأديمة اللي كانوا بيعملوا بيها الأمصال واللقاحات طريقة معرفش دلوقتي بها الدنيا اتطوارت أكيد بس الطريقة الأديمة كانت بيعملوا إيه أنه بيحقن الحصان طبعا حصان حيوان قوي فبيحقنوا بالميكروب هذا الحصان اللي حقنوا بالميكروب اللي هو اختار حصان قوي وبصحة جيدة بيعمل الأجسام المضادة لهذا الميكروب فبيسيبوا فترة الحصان يقاوم الميكروب بطريقة طبيعية ويعمل هذه الأجسام المضادة للميكروب لغاية ما يوصل لأقصى نقطة فيدبح بقى الحصان ده ويصف دمه وياخدوا الدم ويرشحوا ياخدوا الأجسام المضادة وهي دي اللي كانت بيعالجوا بيها الناس انه بتاخد الأجسام المضادة لهذا الميكروب بيحقنك بيها فانت اصبت بهذا المرض وهذا الميكروب فهو بيعالجك ازاي بيحقنك بهذه الأجسام المضادة بقول دي الطريقة القديمة اللي انا اعرفها من ايام الشباب طبعا عشان انا راجل كبير اكيد دلوقت الطريقة دي ادمت واخترعوا حاجات احداث منها فالمسيح عمل ايه واجه الخطيئة يعني ايه يعني الخطيئة والموت كم عليه زي ما في التشبيه الميكروب اتحقن في جسم الحصان فالحصان عمل الأجسام المضادة للميكروب فهو لما جاء عليه الموت اللي جاي بسبب الخطيئة ده هو عمل القوة المضادة ليه اللي هي ايه قوة القيامة انا شبهتها لك وبسطتها لك على الاخر عشان اظهر الطفل بيسمعني حيقدر يفهم ازاي المسيح لما جاء عليه الموت اللي ناتج عن الخطيئة هو صنع في نفسه قوة الغلبة على هذه الخطيئة قوة الغلبة على هذا الموت قوة القيامة والانتصار على الخطيئة والموت في اجي انا بقى اجيت انا النهار ده بعد الفين سنة من هذه الحادثة اللي هو عملها على الصريب فانا عمله اشتراك ارادتي الموت ان استلم قوة الغلبة هذه طيب هل دلوقتي بقت الخطيئة اللي كانت بتحاربني من شبابي ولا من 30-40 سنة هل هي النهاردة لسه بتحاربني طبعا لا تعالجت تعالجت يعني احنا بتشبه بقى تعالجت من الخطيئة شفيت منها خدت الغلبة عليه اللي عملها للمسيح فهي دي ابوة ده الشفاء من الخطيئة والعلاج من الخطيئة والغلبة على الخطيئة اللي المسيح عملها لكي تصير ترياق الخلود والحياة والشفاء للإنسان شكرا نيفت الأنبا يعني الأصدقاء الحقيقة بيحاولوا يعني في قضية واحدة يطرحوا أكتر من شكل مختلف لكن ماشي يعني حنرد على كل الأسئلة اللي بتيجوا ما فيش يعني غير الوضوح هو ده اللي حيكون متاح عندنا نيفت الأنبا السؤال الثاني يقول صديقنا وإذا كان خلصنا فيه خلصنا فيه الحياة الأبدية فلماذا لم يخلصنا فيه الدنيا وتنتهي البشرية حين صل به وتكون انتهت جميع عقوبات الخطيئة الأولى معلقة لسه معها فضى نيفت الأنبا لا مع البناء على الشرح اللي شرحته لك هو خلصنا في الدنيا يعني المعلومات اللي عندك مش 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 كاملة فقاديني بكمل هو مع قاديني لو خلصت في الدنيا ولو لأنني خلصت في الدنيا لو لأنني سأكمل في الحياة الأبدية ولو ما كنتش خلصت في الدنيا ما كنتش هروح الحياة الأبدية ما كنت هروح هناك عند البعيد عند الشيطان في الجحيم فمين قال ان احنا لم نخلص في الدنيا بس هي الفكرة انه الموضوع بالاختيار يعني انا اخترت وانال هذا الخلاص بس مش كل مش كل الناس اللي اللي حوالي عملوا كده بيبقوا اخين في بيت واحد واحد يختار الخلاص واحد ما يختارش الخلاص تعجبوا دماغه وما يخدش الخلاص مثلا ف هل كل الذين يؤمنون اختاروا الخلاص لا مش حقيق هل كل المسيحيين اختاروا الخلاص لا مش حقيق هل انحجز الخلاص للمسيحيين وغير المسيحيين ممنوع عليهم لا مش حقيق الموضوع بالاختيار والباب مفتوح لكل الناس ان تنال هذه الغلبة على الخطيئة فالحقيقة هي انه صنع هذا والذي يريد يختار ينال هنا ويكمل هناك شكرا نيافة الانباء سؤالنا الاخير بيقول صديقنا هل يسوع ابن ام الله المتجسد الملاك لما ظهر للعزراء مريم قال القدوس المولود منك يدعى ابن الله لانه كما شرحنا انه انه الانسان يلد انسان اما ابن الله فهو نور الآب السماوي الذي حل فيه هذا الجسد الانساني منذ لحظة بشارة الملاك فكلمة لفظة الله العهد الجديد لا تطلق الا على الآب السماوي اصل النور مصدر النور ابن الله هو شعاع النور نور الآب فالبعض يقولون عن العزراء بس يعني الثقافة دي مش موجودة عندنا في مصر الكنيسة الابطية اللي انا تربت فيها وكبرت وتعلمت فيها ما بيقولوش على العزراء ام الله يقولوا والدة الاله اي ان الاله ظهر في الجسد والكلام هنا عن ابن الله اي نور الآب فالتعبيرات دي البعض بيستعمل بس انا مش شايف انها متسقة مع الانجيل كما شرحت لك الان ان الملاك اللي المولود منك يدعى ابن الله فمعلش ليس كل ما تسمعه هو هو بالضرورة متقاس على المسطرة يعني وديدي بقوله وديدي بصوب شكرا نافت الان بالحقيقة يعني هو مش برنامج على قد ما هو الحقيقة يعني حلقة تعليمية مهمة جدا لانه بتفند قضايا الحقيقة وتشرحها والجميل فيها لتفسيط الغير مخل بجوهر المعنى في حد ذاته شكرا لك نافت الام شكرا موصول لك دكتور شكرا جزيلا شكرا شكرا اعزائي المشاهدين ونشوفكم بخير في الاسبوع القادم وحلقة جديدة في برنامجنا حياة المسيح فاللقاء اشتركوا في القناة